حصريا على موقع نداء الإسلام فجعلك من سدس الأرض من سدس أهل الإسلام واحمد الله جل وعلا الذي اختارك من بين المسلمين فجعلك من الموحدين المتبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام وكم من الناس من هو في ضلال وكم من الناس من يسعى ويحسب أنه يحسن صنعا لكنه على ضلال لكنه في غواية فاحمد الرب عز وجل الهداية نعمة لا يعلم بها إلا من فقدها لا يعلم بها إلا من ربما فقدها زمنا ثم وجدها وفي ليلة من الليالي ربما ذكرت القصة ولكن أعيدها كمقدمة وفي ليلة من الليالي كنت في لجنة التعريف بالإسلام وقد انتهى العمل أردنا الخروج للبيت ونحن خارجون دخل علي رجل أمريكي عندنا قبل رمضان الماضي فقلت له ما تريد؟ قال أريد أن أسأل عن الإسلام قلت تفضل وفتحنا المكتب مرة أخرى وجلس وجلس بعض دخوة ينتظرونه فإذا به أسأله لم تريد السؤال عن الإسلام؟ اشتبي في الإسلام والرجل أمريكي شكلا وقلبا مظهرا وجوهرا فقلت له لم تريد السؤال عن الإسلام؟ يتكلم بالإنجليزية فقال لي أنا للتوي جئت إلى الكويت قبل أيام قليلة ما قصتك؟ قالوا وأنا كنت صغير أعيش في أمريكا كان يأتيني في المنام تأتيني في المنام رؤيا أشوف شيء في المنام وأنا صغير قلت له ماذا ترى؟ قال كنت أرى في المنام شيئا اسمه مكة يقول لم أسمع بها في حياتي ولا أعلم أن مكة شيء لكن تأتيني في المنام لابد أن تزور مكة يقول فإذا استيقظت سألت جدي وجدتي نصارى كلهم سألتها مرقصة مكة شنو مكة هذه؟ فكانت جدتي تقول لي إنها منطقة للمسلمين مقدسة كان هناك نبي اسمه إبراهيم جاءه ولد اسمه إسماعيل ومكث هناك وصارت منطقتهم المقدسة هذه الجدة منصفة وإلا بعضهم ما يعترف حتى بهذا لكن انظر إلى أسباب الهداية الحين يقول وأنا صغير أحببت الدين فكنت أذهب للكنيسة كل أسبوع وألتزم بها ويحب الاستقامة وهو نصراني يقول فلما كبرت جاءتني أسئلة في قلبي كثيرة عن حياتي عن مصيري عن الإله عن الرب عن الدين عن الأنبياء قلت له ما كنت أسأل القسيس في الكنيسة قال معا كنت أسأل لكن لا يزيدني إلا حيرة ولا أزداد إلا هم وغم الإجابة ما في إجابة صحيحة ما في إجابة مقنعة ما في إجابة تلامس القلب يقول في يوم من الأيام ازدادت حيرتي وهمي وغمي فرفعت يدي إلى السماء شوف النصراني إذا طلب ربح أحيانا المشرك أحيانا المشرك يخلص أحيانا يصير وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين معنو مشركين فإذا به يقول دعوت ربي مخلصا قلت اللهم اللهم دلني على طريق يقربني إليك بالانجليزية يكلمني بهذا يقول دعوت ربي بهذا الدعاء يا رب أبي طريق يقربني لك يقول ما إن أنزلت يدي بعدها بلحظات إلا وجاءني اتصال بالهاتف نعم أنت فلان نعم أنا فلان قال لي أنت مطلوب للخدمة العسكرية قلت أين قالوا جهز نفسك سوف تذهب إلى الكويت فقلت في نفسي هذه استجابة دعائي الله يبي قربني إليك لأنني أعرف أن الخليج العربي فيه مكة يقول وفعلا جهزت نفسي وبعد فترة من الزمن جئت إلى المعسكر عندنا في الكويت في الجنوب يقول وهناك بدأت أسأل عن المكان الذي أسأل فيه عن الإسلام يقول فدلوني عليكم وها أنا الآن جئت إليكم فالشرح للإسلام شوفوا الحلم من صغره لما صار عمره 35 سنة جاء إلينا بعد 30 سنة من الحلم اللي شافه فجلست معه وعرفه الإسلام وكيف نؤمن نحن بعيسى بن مريم وكيف إذا دخلت في الإسلام سوف تكون علاقتك بعيسى وبمحمد وبغيرهم من الأنبياء وما معنى التوحيد وإذا أسلمت يختضي من الإسلام ككذا وكذا علمته الإسلام باختصار مبادئ الإسلام قلت له الآن ما رأيك قال أنا مقتنع قلت لماذا قال بالإسلام قلت يعني ستنطق الشهادتين قال نعم قلت متى قال الآن قلت له متأكد قال متأكد ما في تردد قال أبدا فعرفته معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأما محمد رسول الله ترجمتها له بالإنجليزية حتى يفهم قلت له فهمت قال نعم قلت مستعد قال نعم وما هي إلا لحرات فإذا بالأمريكي يقول خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم جلس بعدها ساعتين يقص علينا القصص وعيناه تدمعا إذا جاء نصر الله هذا نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا من كان منكم قد زار مثل هذه اللجان أو أماكن الدعوة لله عموما ورأى إنسان يدخل في الإسلام يحس بعظمة هذا الدين إيوالله يحس بقيمة هذه الهداية لما يشوف واحدة تسلم بعدين تنفجر بالبكاء لم تبكين ما الذي حصل ما الذي جرى تقول من شدة السعادة سعادة تغير قلبي لا أستطيع أن أصف لكم هذه السعادة مثل إنسان العايش في ظلم فجأة ينتشر النور فجأة يفتح النور عليه ألي يحس بقيمة هذا النور إيوالله أفمن شرح الله أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فوين للقاسية قلوبهم من ذكر الله في كل يوم لنا قصة في كل يوم لنا عبر وحكايات من مر على مثل هذه المراكز الإسلامية عرف أنها الدعوة الحقيقية إلى الله إن من الدعوة أن تعلم إنسان أين يضع يده في الصلاة إن من الدعوة إلى الله أن تعلم المسلم سنة السواك هذا كل من الدعوة إلى الله إن من الدعوة إلى الله أن تعلم الإنسان خطورة الكذب لكن أعظم الدعوة إلى الله أن تدخل إنسان من الكفر إلى الإيمان أعظم الدعوة إلى الله ولهذا لما جاء الصحابي وسأله النجوسي قال له ما الذي جاء بكم يا حفات القدم يا رعاة الغنم إيش جاء يهنيه في المملكة الفارسية العظيمة التي ترعب الأرض كلها إيش جاء بكم أنتم رعاة الغنم جاء ينهنيه فقال له بكل عزة وفخر قال له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد حن جاء ينطلع الناس من الكفر إلى الإيمان حن الناس تنشغل بالفلوس والعمارات والعقارات حن مشغولين في شيء أعظم جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جوء الأديان إلى عدل الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا ما في في الأرض أحسن منه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا كنز من كنوز المسلمين خيبر خيبر تعرف إيش فيها؟ عاش المسلمون عليها وأحفادهم على خيرات خيبر خيبر فيها كنوز وراح يفتح حمم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط يفتح خيبر ويتملكون هذه الملايين من خيرات فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا علي يكون أول ما تدعوهم إليه أهم من الفلوس أهم من الذهب أهم من المزالع أهم من الخيرات أهم من هذا كل شيء قال يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فوالله فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمور النعم اشتري في الدنيا تقول يا شيخ الناس مجمولة الحين بالأسهم الناس بالبورصة الناس تبيع وتشتري الناس الصفق في الأسواق يا شيخ اللي مثلي صاروا تجار وصار عندهم ملايين وأنا قاعد في البيت أقول له ما عليك ما عليك هذا الذي يهتدي على يديك بإذن الله خير لك من الدنيا وما فيها هذه التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله بسببك خير لك مما طلعت عليه الشمس النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الطائف إلى مكة تعرفون إيش سواه في الطائف راح على قدميه الشريفتين إلى الطائف يدعو إلى الله جل وعلا فرموه بالحجار فخرج مهموم متبايق عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى قرن الثعال منطقة من المناطق يقول فاستفقت وأنا بقرن المنازل حتى جاءوا جبريل وملك الجبال تعرفون القصة فجلس عند مزرعة مزرعة من المزارع يملكها من؟ رأس الكفر عتبة وشيبة أبناء ربيعة معروفين من صناديد كفار قريش وكان يمعادون محمد عليه الصلاة والسلام شد العداء لكن لما رأوه على هذا المنظر رأفوا لحالهم منظر يحزن الواحد الدم ينزف من رجليه والنوضع أشعث أخبر عليه الصلاة والسلام خرج طريدا من الطائف إلى مكة فأرسل إليه من غلاما لهما اسمه عداس نصراني قال له يا عداس خذ العنب أخذ العنب وذهب بهذا العنب إلى محمد عليه الصلاة والسلام عداس ما يعرفه فلما جلس فقال له خذ كل فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العنب وقال بسم الله وأكل كلمة أول مرة يسمعها عداس بسم الله كلمة عظيمة كلمة كبيرة شوف حنا نقوله من أشعر بها أصلاً بسم الله هذه حرقة شياطين بسم الله باركت في أشياء بسم الله جعلت النجس طاهر وحلام بسم الله كلمة مفتاح كل خير كلمة بسم الله فأكل النبي فتأثر الآن عداس فقال له ما اسمك قال اسمي عداس حين رسولين والدعوة لكن لأن الدعوة تجري في قلب النبي عليه الصلاة والسلام في جسمه حياة كلها دعوة منذ بداية يا أيها المدث قم فأنذر إلا أن توفاه الله وهو يدعو إلى الله جل وعلا فإذا به يقول له ما اسمك شو اسمك قال عداس قال من أين أنت قال من نينوى نينوى وين صارة الحين دريننا في عراق لكن قبل الحرب الناس ما كانت تعرف أنها في العراق لما دمرت عرفناها نسأل الله العافية قال من نينوى فقال النبي يتذكر قال له من نينوى من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى بلد الأنبياء قال من بلد النبي يونس فقال له عداس وما أدراك عن يونس اشترك عداس يعرفه لكن الناس ما تعرفها في ذلك اليوم قال ما أدرك بيونس قال يونس بن متى نبي وأنا نبي مثله ونحن إخوة فانكب عداس على بطن النبي يقبله ويبكي عداس فنظر عتبة وشيبة إلى عداس فقال أحدهما للآخر انظر إلى صاحبك قد فسد اخترر يا عداس تعال تعال رجع عداس قال ما شأنك قال لا شيء قال لما تقبل هذا الرجل قال هذا خير رجل على وجه الأرض اليوم قال لما قال إنه نبي عليك يونس بن متى فقال له لا عليك منه يا عداس ما عليك منه إنه كذب ودينك خير من دينه أن تقول نفسه يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يقوله أحد الناس يقص قصته وهو يدعو إلى الهداية يقول كنا في إحدى البلاد الأوروبية هداية نعمة ترى الناس ينتظرونك في الكويت عندنا تقريبا أكثر من أربعمائة ألف غير مسلم في الكويت مسؤولية من لا تقولي لجنة التعريف لجنة التعريف تؤدي ما عليها لكن مسؤوليتي أنا وأنت وكل من في المسجد مسؤول كلنا مسؤول لا تقول أنا ما عندي علم بلغ عني ولو آية آية بس تعرفها بلغ تعرف الشهادتين بلغها أنت مسؤول عن هذا بالكلمة الطيبة بالحكمة بالأخلاق ادعو إلى الله يقول عن نفسي كنت في دولة أوروبية مع مجموعة من الدعاة إلى الله جل وعلا والدعاة خير الناس على وجه الأرض يقول فزرنا مسجدا فيه إمام رجل خير يقول وبعد أن جلسنا في المسجد قلنا للإمام شيخ هل تعرف حول المسجد عربا لا يصلون معك في المسجد لأن مصيبة إذا كان أصله مسلم وضل هذه المصيبة ليست المصيبة أن يبقى الهندوس على هندوسيته أو السيخ على سيخيته أو النصران على نصرانيته هذه المصيبة لكن المصيبة الأعظم أن يرجع المسلم عن دينه أن ينتكس أن يصلي ثم ينقطع أن يعني في الهداية ثم ينتكس هذه المصيبة يقول فقال الإمام نعم هناك عربي لا يصلي وصاحب خير عند ملايين وكلما نصحناه طردنا فقلنا له أين بيته فأشار إلى البيت دلان على البيت يقول فذهبنا إلى البيت وطرقنا الباب يقول بعد زمن ما ربع لنا بسرعة فتح الباب طبعا في اللغة الإنجليزية واش يكلمون يظنهم أجانب فلما خاطبناه باللغة العربية تكلم بالعربية خير اشتبوا هذا خليجي ومليونير اشتبوا جينا نزورك زوروني شو عندكم فقط من الله نزورك قال أنا مشغول طيب لا بس تعال معنا الآن صل المغرب ثم نرجع لشغلك يقول هذا الداعية يقول ما بقي على المغرب إلا دقائق فقلنا له تعال إلى صلاة المغرب صل معنا ثم نرجع لشغلك قال طيب طيب أنتم مذهبوا وأنا راح ألحكهم عادة المتهربين روح وأنا أجيك طيب إن شاء الله أنا أتمنى أبي أتصل عليك عادة ما يريد أن أتهرب فقلنا له لا نحن لم نبرح مكاننا ما راح نغادر حتى تخرج معنا قال سآتي قالوا طيب لكن منتظرين لك يقول فلما رأى إصرارنا الزعج شو فيكم قالوا لم نغادر تروح تروح معنا فقال طيب طيب فلما أصررنا يقود غير ملابسا ثم خرج معنا أنا مضر مكره أخاك لا بطل يقول فخرج من بيته وهو يتأثف شئبون هذين أصبر أيها الداعي ليس كل الناس يفرش لك الأرض ورودا ليس كل الناس يفتح لك بابه ليس كل الناس يصفق لك ربما تجد من يبسق عليك ومن يصفع الباب في وجهك بل ربما من يتهمك لكن أصبر فهذا طريق الأنبياء يقول فخرجنا معه إلى المسجد وكان كالعادة بعد صلاة المغرب محاضرة إيمانية وعضية رجل يذكر الناس يقول وإذا بي أنظر إليه في المحاضرة تدمع عيناه بداية الهداية بدأ النور يشئ بدأ الفجر ينفجر يقول فإذا بي تدمع عيناه يقول بعد المحاضرة أسرعت إليه وجلست معه قلت له إن شاء الله الكلام طيب الذي سمعته قال لي لم أسمع مثل هذا الكلام منذ سنوات طويلة ثم قال لي أريد أن أجلس معكم كيف قلنا له أجلس قال له أريد أن أبيت معكم كيف قلنا له أجلس وابت عندنا كل شيء موجود قال من مطلوب من الأموال هو مليونير قال كم تريدون قلنا له لا نريد شيئا اجلس بنيتك احتسب الأجر عند الله يقول فجلس معنا ومرت الأسابيع والشهور لا يغادرون من مسجد إلى آخر حجر بيته وتجارته يقول وأعطانا من ماله ما نفع الله به الدعوة إلى الله تبرأ بالأموال الهائلة كلها في سبيل الدعوة إلى الله يقول حتى صار هذا الرجل الذي لا يريد الذهاب إلى المسجد صار من أنشط الدعاة إلى الله جل وعلا يقوم في يوم من الأيام جاءني ليعترف قال لي شيخ قلت له نعم قال هل تذكر أول يوم طرقت فيه الباب علي قلت نعم قال أتعلم ماذا كنت أصنع في البيت قلت له لا اشترني قال منلت هذه الحياة الدنيا عندي ملايين وقصور لكن كرهت الحياة منلت سأمت تعرفش سويت قلت له اشترني قال جئت إلى غرفة من الغرف فربطت حبلا في السقف يقسم يقول ربطت الحبل في السقف ثم وضعت كرسيا وصعدت على كرسي ووضعت الحبل حول رقبتي يقول فدفعت الكرسي برجلي يقول فلما دفعت الكرسي لم يسقط يقول دفعت لكن ما سقطت وما سقط الكرسي فسمعت جرس الباب يقول ضربته لكن ما سقط لازلت واقف يقول وسمعت جرس الباب فجاءني الشيطان قال لي ما عليك من الجرس تخلص من هذه الدنيا فقلت في نفسي أفتح الباب أم أنتحر أفتح الباب أم أنتحر يقول فقررت في النهاية أن أفتح الباب ثم أنتحر يقول لولا أن الله أرسلكم إليه لانتحرت على تلك الحال أقول لك أين الدعاة إلى الله أين الذين ينقذون البشر أين الذين تكاسلوا عن إبلاغ هذا الدين أين الذين باتوا وما يدعون عن جيران بعضهم حتى الصلاة لا يصلي أين الذين يبيتون وفي بيوتهم وناس ليسوا على دين الله ربما نصارى أو بذين أو هندس أين هم كيف يقر لك قرار كيف يحنع لك بال كيف تنام قريض العين يا عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إن هذا الدين سوف يظهره الله على كل البشرية بعز عزيز أو بذل ذليل فكن إن شئت أحد الدعاة أو ما تكن فإن الدين منتشر منتشر وإن الله معز دينه معز دينه أحيانا إننا نتكاسل لكن الله ينصر دينه يوم من الأيام في رمضان الماضي في اللجنة جاءنا رجل في البديني ومعه 12 واحد من ربعة مجموعة 12 واحد في اللجنة الرئيسية في مسجد الملة صالح فقلت له قلنا له الذي استقبله قال له إيش إيش القصة ظن أنهم جايين يسألوا عن الإسلام قال جميعا كلنا جميعا نريد أن نشهر إسلامنا كلهم قال كلنا مجموعة كاملة نحن أصحاب وقررنا أن نسلم وفعلا جزاناهم نصفين نصف أشهر إسلامهم في اللجنة وسبعة أخذناهم إلى الإذاعة كان عندنا برنامج واحد المستمعين على الهواء مباشرة فأرسلنا سبع مباشرة إلى الإذاعة وأشهروا إسلامهم على الهواء مباشرة وكل أهل الكويت المستمعين شهدوا إسلامهم وبعدها كبروا وبكوا بكوا عندنا في الإذاعة والمذيعين والمخرجين بكوا معنا مشهد لا أنسح سألت هذا الداعية رئيسهم اللي كان نصراني معهم وأسلم قلت له أي داعية جاءكم من مجد داعكم إلى الإسلام قال ما في أحد جامع قلت له كيف كيف أسلمتم إذن قال نحن كل يوم نجتمع في الاستراحة نتكلم عن ديننا النصرانيح يقول وكل يوم نتكلم عن ثغرات في ديننا لا يستطيعوا ديننا الإجابة عليها يقول فعلمنا بأنفسنا أن ديننا ليس بحق يقول وبحثنا في الأديان لوحدنا لم يأتنا لا داعية ولا رجل يقول وبحثنا في الأديان لوحدنا فعلمنا أن أفضل دين يجيب على أسئلتنا هو دين الإسلام يقول وقررنا لوحدنا أن ندخل في دين الله عز وجل من الذي هداهم؟ الله من الذي شرح صدورهم؟ الله الله جل جلاله يهدي الناس إلى دينه من الذي صنعت أنت؟ من الذي فعلت؟ كم شريط وزعت؟ كم كتاب قضعت؟ أنا أعلم ومتأكد أن بعض الناس يقول شيخ أنا تعوى الناس ما أفهم شيء في الدين شيخ أنا ما عندي علم كثير شيخ أنا ما عنف أحاور يوم من الأيام في إحدى البيت التي تتعاون معنا في لجلة تعريف الإسلام أسلمت خاضمة في هذا البيت بيت متعاون معنا وعندنا أناس متعاونين نسميهم يعني ما هم منتظمين مئة بالمئة معنا لكن يشاركوننا بالأي شطاء ويوزعون الحقائب ويجتهدون في الدعوة معنا ويجمعون أحيانا بعض الناس الذين تتبرع لنا هذا متعاون في سبيل الله عز وجل وقته الفارغ لله اتصلنا على الخادمة أشهرت إسلامها وحسن إسلامه وصارت هذه الخادمة داعية تدعو الجرانه سألناها من الذي دعاك قالت دعاني أحد أفراد المنزل قلنا لها من قالت الابن ابن المعزب ولد المعزب عندنا البيت في قرطبة الولد دعاني قلنا لها كم عمره قالت عمر هذا الداعية أربع سنوات عمره كم أربع سنوات أنا ذنبتها مزحة لكنها حق أمره أربع سنوات وهو يدعو إلى الله قلت لها كيف تقول هذا الصبي كلما رآني في المنزل سألني سؤالا يا فلانا قل له نعم قفل صغير اشتفي طبعا يقول لها مباشرة صليتي تقول له إيه صليت يقولها لا صلي مثل ماما تقولها زين زين أصلي مثل ماما بس عشان تسكته تقول كلما رآني سألني نفس السؤال صليتي تقول له إيه صليت طبعا هنا صرانية تصلي صلاتهم إن صلوا فهي عبادتهم أقول له إيه صليت يقول لها أنا ما شفتك قلني صلي مثل ماما تقولها زين زين أصلي مثل ماما تقول بس عشان أمشي وتقول كلما رآني آكل طعاما يسألني الطفل سؤالا يا فلانا سميتي والليل خلفة من الصلاة جاءت التسمية تقول فأسأله شو يعني فيقول لها قولي قبل ما تاكلين بسم الله شو التربية الصالحة شو الأثرت قولي بسم الله تقول فأضطر أقول أمامه بسم الله ما يهدني لين أقول بسم الله فأقول بسم الله وأكل تقول ومع الأيام قلت في نفسي دين يجعل طفلا عمره أربع سنوات يجبرني على أن أصلي وأسمي وأكل وربه هذا ليس بدين عادي سوف أتعلم هذا الدين فجاءت إلى اللجنة وسألت عن الحقيبة فأخذت الحقيبة وأخذت تقرأ وتقرأ وتقرأ حتى قررت هذه المرأة أن تدخل في دين الله عز وجل في ميزان من في صحيفة من أين أنت وماذا صنعت وماذا فعلت يا عبد الله الطفل أردنا أن نعمل معه المقابلة في الإذاعة فكلمته قلت له حبيبي يعني شلون أنت دعيت خدامة الإسلام الولد خايف إذاعة واربع سنوات ما يعرف يقول أصلا ما يعرف يتكلم قلت له بابا شلون أنت علمت على الإسلام يقول لي ها وعارف السؤال فقال لي في النهاية قلت له حبيبي إيشلون بدأت تتعلم الإسلام وليش وكيف فقال لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخذ يسمع الفاتحة ما يعرف الإسلام إلا بعض الأمور صور يحفظها وأذكار وأنا في صلاة في دين هذا العلم جعله يدعو إلى الله جل وعلا وأسلمت امرأة تقول هذه الخادمة أن هناك من أسلم على يديها وشوف الأجر يصب في ميزان من بعض الناس يظن إذا أسلم إنسان يعني بس صلاة وعبادة في ميزانك لا تعرف هذه الأم إذا أسلمت من سيسلم معها ربهم الزوج يسلم في الغالب وغالبا أسرتها كلها في الهند أو في السيلان أو في بعض الدول أو في الفلبين كل الأسرة أحيانا تسلم بسبب واحدة أو واحد ثم شوف عيالها شراح يصن بيهم بدلا ما يكونوا النصار شراح يصنون مسلمين وعيال عيالها مسلمين وذرية كلها مسلمة كل هذه الذرية المسلمة أعمال وصالحة في ميزان من في ميزان أول من دعا إلى الله جل وعلا ولهذا أعظم الأمة أجرا من محمد عليه الصلاة والسلام كل الأمة في ميزانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنبتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص على المشركين ليس فقط على المؤمنين يجلس مع عمه يا أبي طالب يقول له يا عم يقول لا إله إلا الله لا يجبه يا عم آخر لحظات حياته من جالس عنده أبو جهل وبعض المشركين فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله فلا يجبه حتى نظر إلى أبي جهل فقال أبو جهل أترغب عن دينك ودين آبايك يا أبو عبد المطلب يا أبو طالب فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا لولا أن تعيرني قريش لقلتها شفت ما الذي منعه فضيحة طيب أنت راح تموت الحين شو همك لا قال لولا أن تعيرني قريش لقلتها ولقرت بها عينك ولكن هو على ملة عبد المطلب قال أنا على ملة عبد المطلب ثم هلك ثم مات فدمعت عيناء محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ربما كلمة لا تلقي لها بالا يدخل الناس في دين الله ربما دينار بعض الناس مستقطع عشر دنانير كل شهر حاطر استقطاع لهذه اللجنة ونسيه نسي هذه العشر دنانير نحن ربما ننفقه في اليوم أكثر مع عشر دنانير يدخل واحد الجمعية اطلع بخمسين ستين دينار ونشر شيء هذا الرجل استقطع عشر دنانير ونسيها ما يدري قد تكون أسلم على كل عشرة ونس ليش لا إذا أسلم في هذه اللجنة فضل الله إلى الآن ما يقارب ثلاثين ألف وحد شفت يعني وصل الآن إلى ثلاثين ألف مشوية وهذا كل واحد عنده أسرة وعنده عائلة يعني أضرب الثلاثين ألف بالعشرات عدد خياني أخي الحبيب ربما دينارك تسبب في هداية إنسان في رمضان الماضي لوحده في رمضان بس شهر واحد تقريبا ثمانمائة إنسان دخلوا في دين الله عشرات كل يوم كان يدخلوا في دين الله لأن الشياطين مصفدة والقلوب تنشرح لهذا الدين هذه الأيام كل منكم رأى قوة الله في هذا الزلزال الذي حصل بثواني معدودة حصد مئة وخمسين ألف والعدات لازال ماضي وملايين مشردين ومليارات الخسائر وربما تكون الكارثة على مدى سنوات تؤثر في العالم بثواني معدودة وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب والله جل وعلا يقول عن نفسه وما يألم جنود ربك إلا هو وأنا أشوف المنظر في بعض القنوات الغربية وضعت أكثر من العربية كيف كان نصد حكوم في البداية لن نهاج البحر شوي كان يضحكون ويلعبون حتى بعضهم دخل لما شاف الموج شوية دخل عليهم بدأ يدخلون عليه ظنه الأمر نعم وهزل وبعد قليل هذا كان يصور من أعلى طابق وبعد قليل هاجل الموج وهاجل الموج وبدأ يركضون وبدأ يتعلقون بدأ الأب يجمع أولاده وبدأ طفل بعد الآخر يذهب عنه حتى لم يبقى أحد من الأحياء موج كان جميلا يجلس الناس عند شاطئه بحر هادئ جميل منظر رائع يجلس الناس على شاطئه هذا يسبح وهذا يصفاد وهذا يلعب ويلهو وهذا منبسط على الشاطئ يتعرض لأشعة الشمس وهذا يتحدث وهذا يتسامر كلهم يجلسون عند الشاطئ الجميل فجأة أدن الرب عز وجل لهذا البحر أن يغضب فغضب البحر وهاجل ثابق فإذا بيحصد مئة وخمسين أنفا من القتعة وربما العدد تضاعف وما يعلم جنود ربك إلا هو كم من الأنوف إن كان مسلما فهو شهيد هو على خير لكن إن لم يكن مسلما كم من الأنوف من مات على غير الإسلام أنيست مسؤوليتنا اقرأ اقرأ عدد الأخير في مجلة البشرة سوف ترى إمرأة كيف تأتي إلى آلهتها وتعطيهم الطعام سورة سورة إمرأة في الهند تأتي بالطعام إلى آلهتها تطعم الآلهة تعشم الآلهة فئران جرهان هذه آلهتهم وبعضهم لا زال إلى اليوم يعبد البقر ما نفع البقر نفسه حتى ينفعكم لكن الجهل والعنا وبعضهم يعبدوا حجرا وشجرا من لأولئك البشر تعرف كم عدد سكان الأرض أكثر من ست مليارات المسلمين مليار ربع وين البقية أين البقية من أكثر أهل الأرض عقلا وعلما دنيويا ووصلوا إلى القمر واخترعوا لنا كل هذه الأجهزة تعرف ماذا يعبدون يعبدون صنما إذا انتهى من الشركة الكبرى العظمى يخترع ويكتشف بعد أن ينتهي ذب إلى معبوده الصنم فيسجد له احمد ربك على الهداية أنك تسجد لله الواحد الأحد لكن يا عبد الله من لأولئك البشر حمنا نحزن على الذين ماتوا نعم والله ونرأفوا ليحوالهم المشردين والقتل والذين فقدوا بيوتهم نعم نحزن لهذا كله بل المؤمن في قلبه رحمة حتى الأطفال غير المسلمين فينا رحمة لكن يا أخي الحبيب أعظم من هذا أنك تراهم يموتون على غير الإسلام أين رحمتك أين قلبك أين شفقتك يا عبد الله أخي عزيز في لجنة التعريف بالإسلام لو تصفحت بعض مقالاتهم السابقة وقصصهم ترى عجب العجاب ترى حقائق وقصص أغرب من الخيال ترى عندنا بعض الناس الذين أسلموا حديثاً حندوس أو بوض أو غيرهم أسلموا حديثاً اليوم من الدعاة إلى الله ورأيت رجلاً قبل فتاة قصيرة فرأيت في وجه النور والطاعة والصلاح وإنه تدمعان من الصلاة صلى معنا في اللجنة فبعد الصلاة جاءني وسلم عليه ما شاء الله عليه هذا اللي يشوف يقول هذا طالب عم والذي يراه يقول هذا ما شاء الله منذ ولادته مسلم فقال لي شيخ تذكرني هندي قلت لا ولا ذكرني الوجه كأني أعرفه لحية ما شاء الله ونور قلت لا أعرفك قال تذكر قلت لا أذكر قال أنا الذي أسلمت في العشر الأواخر من رمضان أنت قال نعم في مسجد جابر العلي لما جئت بي إلى الناس المصلين وأشهرت إسلامي أمام المصلين وبكى من بكى من المصلين وهو بكى قبلهم لما أشهر إسلامه قلت لهم سبحان الله أهذا أنت قال إنان هذا أنا سبحان الذي يقلب القلوب سبحان من يغير الأحوال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام أخي الحبيب من أعظم الدعوة إلى الله أن تدعو غير المسلم إلى الإسلام لأن بعض الناس ربما ربما يدخلوا في الدين ويبدأ في الدعوة إلى الله وينشغل في أمور فرعية ربما تضيع عليه العمر الله تضيع عليك الوقت وتضيع عليك الأعمار وينشغل كما قال علماء الفقه والأصول في جزئيات عن كليات هذا الدين أول وأكثر من شغل به النبي في مكة ما هو الدعوة للتوحيد الدعوة للإسلام حتى يدخل الناس في دين الله يأتي إلى رجل في مكة يأتي إلى رجل في مكة فيسأله عندك آلهة؟ قال نعم قال كم إله تعبد؟ كم إله عندك؟ قال أعبد سبعة آلهة شوف واحد عنده سبعة يعبدهم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما هؤلاء السبعة؟ وين السبعة؟ فقال أعبد سبعة ست منهم في الأرض وواحد منهم في السماء ست أصنام وسبعة في السماء أنني خلق السماوات والأرض يؤمنون به لكن يشركون به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شوف السؤال الجيد الذكي قال من تجعله لرغبك ورهبك؟ وقت الشدة تلجأ لمن؟ قال وقت الرغب والرهب ألجأ للذي بالسماء فقال له إذن دعوا المنين في الأرض واعبد الذي في السماء فنذر رجل وفكر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ودخل في دين الله عز وجل ما أبسط الإسلام؟ ما أبسط الدين؟ ما أبسط هذه الشريعة؟ أحياناً نمر على غير المسلمين في دواماتنا في شركتنا في وزاراتنا في بيوتنا أحياناً في الشوارع نمر على غير المسلمين أو إذا سافرنا بدراسة أو علاج أو سياحة إلى بعض البلاد نرى غير المسلمين أخي الحبيب ترى أخلاقك تؤثر فيه كم من الناس ربما يدخل في الإسلام لحسن الخلق أو ينفر عن الإسلام لسوء الخلق كم وكم الرجل من الرجال داعية من الدعاة يقول كنت في إحدى المحاضرات يقول إذ قطى علي المحاضرة مجموعة من الناس في أمريكا يقول دخل مجموعة من الناس وقطى علي المحاضرة يا شيخ يا شيخ نص المحاضرة قلت نعم قال عندنا طلب قل انتظروا بعد المحاضرة قالوا لا الحين الحين الآن قلت يا فضل يقول فجاءوني برجل أمريكي في المحاضرة في أمريكا في نص المحاضرة يقول جاءوني برجل أمريكي قلت لهم إيش عندكم قال يا شيخ علمه الشهادتين وأنطقه إياه يريد أن يصل له فقلت له أريدك أن تحدث على نور من ربه فغير للقاسية قلوبهم فغير للقاسية قلوبهم من ذكر الله إن كان هدفك الدعوة إلى الله حسن أخلاقك معهم ابتسام أدخلت في الإسلام حسن خلق أدخل جنوب أفريقيا وشرط آسيا وأوروبا إلى الإسلام كيف بحسن أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم مع غيرهم بعض الناس على بانا دامنا كافر ما أتسم في وجهه دامنا كافر ما أحسن إليه دامنا كافر ليس لهم من البر شيء من قال لك هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم كافر وتبره أن تبروهم وتقصطوه إليهم إن الله يحب المقسطين الله يقول الذي نرفع عليك السلاح مجا يقاتلك ليش تسيئ إليه أحسن إليه عليك ببره والإقصاط إليه إن الله يحب المقسطين ما تدري ربما يحتجي ويدخل في دين الله فتأخذ أجرح وأجرى كل من أسلم بسببه حتى لا نطل عليكم هذه اللجنة مباركة ليست لجنة لمجموعة من أشخاص أبدا هذه اللجنة كل أهل الكويت مواطنين مؤمنين كلنا مطالبون بالتعاون واللجنة وفرت شيئا ليس لك عذر بعده كلنا مالنا عذر أي لغة لأي غير مسلم عندنا في الكويت موفر لك حقيبة تقول لي هندي تقول لي تاميلي تقول لي فلبيني تقول لي صيني تقول لي قليزي تقول لي أي لغة عندهم حقيبة جاهزة شلك عذر بعدين ترى ما في عذر عندك عامل عندك رائي عندك هندي عندك خاذم عندك خاذبة عندك موظف عندك مسؤول عندك مدير عندك عسكري أي إنسان غير مسلم اسأل عن لغته تعرف عليه اسأل عن لغته شنو لغتك النغل فلانية اذهب إلى اللجنة أي فرع من الفروع واخذ هذه الحقيبة وعطه لذلك الرجل فإن من يسلم أو على الأقل يحب المسلمين أو على الأقل لا يعاديهم وأفضل شيء إما أن يهتدي فتأخذ الأجر أو تبلغ حجة الله على الناس ويكون لك عذر عند الله يوم القيامة يا رب أنا الذي عليه سويته أسلم الناس ما أسلم هذا مو شغلي احتدى الناس اللي ما احتدوا هذا مو أمري هذا أمر الله ليس عليك وداهم ولكن الله يهدي من يشاء لكن أنا علي التبليغ أنا علي البلاغ أنا علي التذكير إنما أنت مذكر مستعليهم بمسيطر أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة أهديين وأن يهدي بنا وأن يجعلنا من المصلحين الدعاة إلى الله وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين ترجمة نانسي قنقر